النموذج التنموي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في ضوء التجارب الدولية ووضوع شكل محور الدورة الثانية للندوة الدولية لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس والشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة أكاديميين وخبراء مغاربة وأجانب وكذا فاعلين في المجتمع المدني لمناقشة التحديات المطروحة على مختلف الأصعداء على المستوى الترابي استطاع المغرب انطلاق من هذا النموذج التنموي انطلاق من هذا الاقتصاد الاقتصاد التضامن الاجتماعي أن يسير بخطة تابتة وأن يحافظ على الاقتصاد المغربي وعلى ديناميته وبالتالي أعطى نموذج حي للاقتصاديات التي تنبني أساسا على هذا المشروع المجتمعي الهدف كذلك من هذا الدواه هو نفتح النقاش حول الأهمية دياله النموذج المغربي الاقتصاد الجمعي والتضامني شنو هي الخصوصية دياله وشنو هي المرتكزات دياله الخاصة يتأسس عليها خاصة أن نموذج دياله ويعطاه واحد المساحة قوية يعني في الاقتصاد الوطني واعتبره واحد القطاع الثالث اللي لازم يحقق واحد لها أهداف بينها أنه يساهم في الناتج الوطني الداخلي الخام بين ثمانية حي إلى احتلالتناشر المياه وكذلك يخلق النوع الـ خمسين ألف منصب الشغل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يهدف إلى الملاءمة بين البعد التاريخي والنجاعة الاقتصادية مع اخترام مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة كما يمكن أيضا من تعبئة جميع الفئة الاجتماعية وكذلك المجالات الترابية حول نموذج للتنمية المستدامة